هو قال لك ايه طبعا الناس كلها بتبص على مؤتمر الكابتن الخطيب مؤتمر النادي الاهلي وبيقول حقيق وبيسرد وقائع فقال لك ايه لا اخدهم انا في حتة تانية خالص لكن لا يعني هو عايز يخبطه خلاص راح جاي قال لك ايه حاجة جديدة خالص ماتش القمة بين الاهلي والزمالك حيتلاعب في استاد القهيرة مش مالعب الاهلي والسلام ايه اللي جاب الكلام دو دلوقتي في المؤتمر دو انت عايز تغطي على المؤتمر بأي حاجة وخلاص انت عايز تشغيلهم في اي موضوع بعيد عن المؤتمر اولا حتى الموضوع ده مش من اختصاصك ده من اخصاص رابطة الاندية اللي هي مسؤولة عن مسابقة الدوري وطلعت بيان نافت فيه الكلام اللي انت قلته وان المباراة رسميا زي ما هي في ملعب الاهلي والسلام يعني حتى فيه تجذيب لاتحاد الكورة اللي اصلا مش من حقق يتكلم عن الملعب ولا عن البطولة هما طبعا هما دلوقتي محطوطين في موقف صعب جدا 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 قالك ايه تاني طاقم التحكيم مش عارف الاسباني الخاص مباراة القمة عشان يجذب الناس بس والناس تبعد عن المؤتمر النادي اي حاجة هما عايزين يتكلموا في اي حاجة لان هما فشلة هما فشلة انا عايز اقول حاجة واحدة بس يمكن انا بعيدت فترة كبيرة جدا عن مصر ولكن كنت مرتبط وعارف اللي بيحصل هنا تقريبا بالنسبة التسعين في المئة هو المسؤول الاداري شرط يفهم في كل حاجة ماشي هنفترض ان الاخ جمال علام اداري كفر ولكن فيه امور فنية مش بتاعته مش بتاعته يعني زي ما بيقولوا ايه ادي العيش لخبازه انا عندي اتنين في اتحاد الكرة من اكفاء الناس اللي لعبت على مستوى عالي في مصر كابتن حازم امام والكابتن محمد بركات دورهم كان ايه اقول لك انا دورهم كان ايه كانوا مهمشين والدليل الدليل المؤتمر اللي اعلم فيه اتحاد الكرة تعيين المدير الفني ايهاب جلال لادارة منتخب مصر كابتن حازم امام اعتذر يعني طبعا هو قال شوية بوررات ولكن هو اعتذر ما كانش عايز يروح ليه لانه ما كانش موافق على ان الكابتن ايهاب جلال هو اللي يمسك في الفترة دي ما بكلمش على ايهاب جلال دلوقتي انا بكلم على موقف ايهاب جلال لو كل الاحترام ولكن لما تيجي في الاخر تبص على المنظومة هو لما احنا بنيجي نتكلم كمان الفترة الاخيرة على موضوع ايهاب جلال يمشي لا ايهاب جلال يقعد هو هو الحل ان ايهاب جلال يمشي ولا ايهاب جلال يقعد ولا كروش 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 يقعد مرة تانية لا طبعا المشكلة مش في دي خالص المشكلة في المنظومة نفسها المشكلة في المنظومة اللي بتدير احنا على مدى كم سنة عنينا من اتحادات الكورة بتاعتنا اتحادات الجبلية بتاعتنا على مدى كم سنة وللأسف كلهم ما تضاش تقول انهم عملوا حاجة للكورة المصرية كلهم فشلوا كلهم فشلوا لما نيجي نتكلم عن اتحادات الجبلية السنين اللي فاتت ايه النتيجة زيرو زيرو حتى لما وصلنا كسر عالم اللي فات كانت بركة دعا الوالدين عند ربنا لو حضراتكم فاكرين انما اللي انا عايز اقوله انت في مكان تطوعي مكان تطوعي ده لازم ده لازم وانت جاي تقسم لما تيجي تمسك المكان ده في الاتحاد وتبقى مسؤول لازم يبقى فيه قسم ان انت هتشتغل لصالح بلدك مش تشتغل لصالح نفسك للأسف اللي فيجوا عندنا بيشتغلوا لصالح نفسهم بس بيشتغلوا لصالح نفسهم بس